السلام عليكم و الحمد لله بركاته و عطيكم العافية معكم أخوكم عبد الرحمان العتيبي و انشاء الله اليوم بنتكلم عن الكشور كنا نقل أبروش على الأكوة عبد المن الكشور بسيط و سهل فاتمنى تركزوا معي و انشاء الله موركم بتصير تمام فـ if you want to make a definition of acute abdomen it's defined as a sudden onset of severe abdominal pain within this there are large number of possible causes from the point of view we have a list of emergency causes or a list of causes that we are considering it as an emergency cause it has to be rolled out and manage the patient accordingly for that the structured approach is essential to ensure appropriate triage and timely management بنتكلم بعد و شوي عن اللي انا تكلم عنها و شلون تاخذون هنت من الهيستري والفيزيكل يعني على أي كوز انتم رايحين بإذن الله بصير بسيطة وممتعة إن شاء الله فإذا جينا نتكلم عن الكوزيز للأكوت أبديمن عندنا أكثر من كوز فإذا بنبدأ بالبروتنايتس البروتنايتس البروتنايتس لهه inflammation حق البروتينيوم فممكن يكون secondary to perforation فإن المرضى عبدوانيوم مثلا 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 مثل المرضى اللي عندهم أبدوم من الأيورتيك آنيوريزم ممكن هذا يصير لها ربتشرت في دخلنا في بليدنج والبليدنج هذا ممكن يكون امرجنت لأنه يدخل البيشن في الشوك اللي عندهم درسوا الى هايبوفيلميك شوك والهيوميريجيك شوك فالترومة ممكن برضو يكون عزى كوزة بيروتينيتس ببتيكاسر ديزيز قلنا انه ممكن يسوي لنا بيرفريشن الكتوبك بريقنانسي اللي هو الحمل خارج الرحم ممكن يصير لها ربتشرت الكتوبك بريقنانسي فيدخلنا في بليدنج ويدخلنا في أكيوت أبدمن وبرضو الباول اسكيمية ممكن يسوي لنا أكيوت أبدمن الانفلاماتري كوز بسيطة زيه الأكيوت كوليسيستايتس الأكيوت بنكريا تايتس وبرضو الأبندسايتس ممكن يسوي لنا أكيوت أبدمن الغينيكولوجيك الكوز ممكن نفكر حنا في سيست أوفيريان سيست يصير لها ربتشرت فربتشرت أوفيريان سيست ممكن يسوي لنا أكيوت أبدمن البيشنس اللي عندهم الأفيريان تورشن سواء أوفيريان تورشن أو تسيكيلر تورشن في اليورولوجيك الكوز واليورولوجيك الكوز برضو ممكن يكون عندنا رينالستون، رينالكوليك، الباييلونوفرايتس كل هذي ممكن تخلي المريض يجينا ب بش اسمه بأكيوت أبدمن الأذر ممكن لو مر عليكم في المدسين الفازوكولوسوف كرايسس المرضى السيكيلر ممكن يجونا بأكيوت أبدمن أزعنا مرجنت كوز هذي كلها انتم تلاحظون هنا لست كوز مرة كثيرة صدقوني من الهيستري تيكينج أو من يعني شفتوا تتذكرون النمونيكس السوكولاتيس بنجي بعد شوي لو نمشي عليه بناخذ هنتات بسيطة بنقدر نعرف يعني حنا في أي زون نتكلم وإيش البرزنتيش اللي ممكن يجي فهذي اللي اتكلم عنا شوفوا ركزوا في الأكيوت أبدمن ترى وهي هو مجددا الغذي ومجددا يمكنك تصل إلى 80-90% من الدياغنوز لكن تحتاج ان تتأكده فقط من الهيستري ومجددا لو نمشي مثلا نفصل في البكسر لأنها مهمة varias القوانة القرية أبرة واحدة تج wurden أبراهم و هناك الدنيا و هناك الأمبليكي و هناك الأمبليكي و هناك الدنيا تجزيع جين الازولре قم بゲ exponentially أقوى يمكن أن نقسم الأ oportun على طريقتين ولكن ما كل شيء على طريقة كل واحد منكم يشوفوا الطريقة اللي هو يبغي يتبعها في ناس يقسمونها يعني منطقة يعني لو بنتكلم نقول نتوميك اللوكيشن ولا منطقة جغرافية جغرافيك اللوكيشن يعني جيك مريض يقول لك عندي رايت أبر كوادرنت بين أنت تروح تفكر أوه أنا عندي هناك هيباتيك وبيليري كوز هيباتيك ممكن يكون هيباتايتس أكوت هيباتايتس فيرال هيباتايتس أشياء مرة كثير تجي مع الليفر وممكن يكون في البيلياريتري ممكن يكون أكوت كوليسيستايتس أكوت كولينجايتس كوليدو كوليثييز ولا شيئ هذي فلو قتلك مثلا لا والله إيبيغاستريك إيبيغاستريك لا فيه أكثر من كوز يعني إمرجنت تهازت وبيرولد آوت زي إيش زي البنكرياتايتس البنكرياتايتس دائما ريفيرت بينيجي في الإيبيغاستريك واللي أهم برضه من البنكرياتايتس الميكارديال انفاركشن الميكارديال انفاركشن ميكارديال انفاركشن في المنطقة هذي فالمريض الي عنده مثلا لو بنكتكلم عن ال مايكارديال انفاركشن غالبا تروح مع النفرو مع الرينا الممكن ان نفكر في الجهاد تمام فإذا جانه هيستوري المريض عندها جميع مشكلة في اليورينيشن مثلا وقال لك البين إز كوليكي النيتشر ولا ولا ردييتنج تو دي كروين اه اوكي انا ابدأ اخذ هنت انه اوكي انا جاس ام دي لنكوث شيف النفرو اه سواء كان كارين الكوليك سواء كان بايلونوفريتس اكثر من حاجة اه الامبلاك البين اهم حاجة الامبلاك الريجن اهم حاجة هنا في المنطقة هذي والشي نفكر حنا في التربل اي اللي تكلمنا عنه قبل شوي اللي هو ربتشرت اب دومينيل ايورتك انيوريزم انا سمي تربل اي احفظو كده اه اش اسمه اه او نفكر برضو في البوليس كيميا سمو بوليبستركشن ولا بوليبس كيميا في رايت ايليك توقع كلكم تعرفون ش ممكن نفكر فيه هنا اكثر شي ممكن نفكر في الابندسايتس تمام وفي الفيزيكال ايكزام بناخذ هنت انه شلون نعرف الابندسايتس وتوقع عندكم اكسبرتس في النقطة دي الليفت ايليك طيب ممكن نفكر في الديفرتكولوزز ولا ديفرتكولول ديزيز تمام ف اذا احنا جينا تكلمنا عن السوكرتيس از اهيستري تيكين نتكلم عن البين نفصل البين وين السايت وين الوريجين وين الكاركتر حق البين مثلا فيه كاركترز يعني تحسونها ديستينكتف يعني يجيك المريض يقول لك والله انا احسه بيرنينج سنسيشن دايما البيرنينج سنسيشن يروح مع مثلا القاستيرك ألسر ولا يروح مع الأكيوت بنكريتايتس تمام بينما لو المريض جاي قال والله انا عندي شارب بين كونستريكتينج بين هذي غالبا والله في الرايت أبر كوادرانت هذي غالبا تروح مع البيلياري يكلك تمام فيه حاجة ديستينكتف للربتشرت أبدومنل هيورتك أنيوريزم اللي هي والشي التيرينج بين يعني يقول لك والرادياشن للباك أو للساكرم للورا للظهر يعني غالبا نقولون بتوين التوس كابيلا هذي غالبا ربتشرت أبدومنل أيورتك أنيوريزم تمام أو يسمونه دايسكتنج أنيوريزم فهذه هنس يعني للكاركتر حق البين ممكن تعلمكم وش النوع وانتم وش الكوز أقصد و كوريليت وده الهيستري حقكم وبرضو في الفيزيكال الأقصد الأقصد ورليفن والسفيريتي للأبدومنل ممكن أنه تعطي هنط وش الدفرينشيل اللي موجود في البال فيما يخص الفيزيكال حنا عندنا أكثر من حاجة ممكن تفيدنا في الفيزيكال أنه أكثر المرضى اللي عندهم أكتر المرضى اللي عندهم أكتر الأكتر أكتر أكتر ممكن يجيهم ريباون تندر ممكن يجيهم ميرفي سان والميرفي سان هي اللي تيجي مع إيش يلا تيجي مع الأكتر وش فكرتها فكرتها أنه يبلب الرايت أبر أبدومنل كوادرنت دورين الديب انسپايريشن يعني تقول المريض خذ نفس عميق and يبلب الرايت أبر كوادرنت يعني على إج فإذا أنت المريض يعني وقف التنفس يعني وقف يبدأ الحين يحسب ألم هذي نسميها ميرفي سان وتروح مع الأكتر كوليسيستايتس تمام وعندنا أكتر من سان زي الأوبتيريتر سان والروفزين سان اللي تروح مع الأبنديسايتس طيب مهم حنا نطلب الفايتل سان ليش لأنه مريض اللي عنده مثلا بيروتونايتس البروتونايتس دائم يعني من اسم هنا دائم أحفظها أنه أصلا بتسوي لنا شوك وممكن تسوي لنا سبتيك شوك تمام البروتونايتس ممكن يسوي لنا هايبوفوليميك شوك اللي حنا تقلناها وراء صح تكلمنا هنا عن البرفريشن صح تكلمنا عن تكلمنا عن البرفريشن وعن الربشرة أبدومن الأيورتك هنيوريزم صح هذول يقول لهم الباشينت ممكن يجي بكتر أوف شوك بلد بريشر لو هارتريت إز هاي فالبروتونايتس ممكن يجونا بيسبتيك شوك فلذلك مرضى الأكيوت أبدمن حنا لازم نطلب لهم الفايتل سينس عشان نشوف هل عندهم بكتر أوف شوك أو نشوف اللاب مهم أنحنا نطلب كل اللابات اللي هي الكمبيت بلد كاونت والدفرينش حق السلز والإنفلامياتي ماركز برضو بتهمنا في هل الانفلامياتي بروسيس أم لا وممكن نطلب إيش إذا كنتم أخذتوا الكتر شوك ممكن نطلب اللاكتك عشان نشوف الدقري أوف شوك لأنه هي تعتبر من الماركز اللي إذا بدين نعالج الشوك we are seeing اللاكتك is it improving or not تمام لأنه يعتبر indicator عندنا الـ chest x-ray وقبل الـ chest x-ray ممكن نستخدم الـ ultrasound الـ ultrasound very crucial مرة مهمة ومرة سريعة وتفيدنا في المرضى اللي عندهم acute chlycystitis تفيدنا في المرضى اللي عندهم يعني نبغى نتفرج على الهبات وبيليري 3 ونشوف المرضى اللي أنتم أخذتوا ترومة صح ممكن نسوي الفاستسكان بالـ ultrasound عشان نشوف هل في intra-abdominal bleeding ولا لا ممكن أننا بالـ ultrasound نفسها نقعد نتفرج على الكيدني والبلفك ونشوف هل في intra-abdominal fluid collection ولا لا it is inexpensive non-invasive بس إنها من نقطة مرة تتكرر حول الـ ultrasound إنها obturator dependent أو operator dependent يعني النتائج تعتمد على الشخص اللي جالس يسوي الـ ultrasound وهل هو فعلا جالس يسوي هل هو جالس ممكن حنا نسوي الـ chest x-ray ليش الـ chest x-ray لأن المرضى اللي عندهم مثلا pyritonitis ولا المرضى اللي عندهم مثلا نبي نشوف الـ abdomen من القاز عندهم ممكن نسوي لهم الـ upright chest radiograph ولا الـ abdomen من الـ radiograph عشان نتفرج على الـ diaphragm ونشوف هل في perferated viscous هل في air under diaphragm ولا لا ممكن حنا نسوي CT abdomen والرول حق CT abdomen يعني مهم في الأشياء الأكيوت pancreatitis في blunt trauma في ruptured aortic aneurysm ولكن إذا كان المريض stable unstable صعب شوي نحن نودي CT طيب المانرجة مثل acute abdomen treatment والمانرجة يتلخص فيه نحن نسوي close monitoring للpatient vital لأن زي ما قلت قبل أن مريض يمكن يدخل في picture of shock ف نحن نحن treating shock و treating the main cause acute abdomen يمكن أن نعطي البيان oxygen IV fluid and blood in case if he needed resuscitation مثلا ruptured the orthocaneurism يحتاج يحتاج blood ولكن we have to fix the main issue في البداية اللي هو هذا الربتشر اللي صاير عندنا we have to monitor the input والoutput كيف نحن نركب للمريض fully zekath والfull zekath هذا يحسب لنا urine output وبرضو يعلمنا هل resuscitation اللي نحن جاهزين نسوي صح ولا لا فإذا أنا أعطي المريض amount المعين من IV fluid لازم أحسب كم هو جال يطلع من urine لها حسبة معينة حتى نرى هل يأخذ الكمية الكاملة من fluid أزيد أو أنقص وما إلى ذلك لنظر anti-biotics للمريض اللي داخل في septic shock secondary to peritonitis ممكن نقوم برغنانسي تست لماذا نقوم برغنانسي تست لأن نرى الكتاب برغنانسي هل هو موجود ولا لا لهم لحمل خارج الرحم وهذه سالفة صارت المريضة جت قبل فترة كانت تشتكي من ري كارنت بدون البين خلال سبوع إلى سبوعين فكانوا يسول لها كل الفحوصات كانت أمورها مرة سليمة ما فيها أي حاجة كل شيء كانت أمورها تمام إلى أن جتهم مرة وكانت فدكتورة نبيها في الاميرجنسي طلبت طلبت البرغنانسي تست لأنه في اليورين تأخذ اليورين وتودي لللاب وتشوف الوف بيث ايش سي جي فطلع على بوزيتف وعلطوا سول لها سيتي سكان في السيتي سكان لقوا عندها أكتوبك برغنانسي والحمد الله أمورها طيب الحين عالجوها وكل أمورها تمام لأنه صار الأكتوبك ذاك الربتشر ذاك الوقت فلو كان فيه بالمصطلح العامي صاحي وسوى البروش كامل سوى البرغنانسي تست من البداية كان انطلعت انها عندها بيت اتسي جي عالي تشوف هل الحمل داخل الرحم ولا لا بالألترا ساوند ما لقيته لا وقف يوار سيست اكتوبك برغنانسي واند مانج عشان البيشنط اللي عندهم عشان البيسود وليزم المريض يبقى NPO nothing pair oral عشان ممكن اننا نسوي العملية تقريبا هذا هو أكثر الأشياء المهمة في الأكيوت أبديمن أهم حاجة انكم انتم متركزون على البروش في الهيستري والفيزيكال وتهتمون على النقاط في الكيس يعني جاك قال لك مريض عنده Right Lower Quadrant Pain ومشينا له مثلا Obturator Test أو Rebound Tenderness وكان positive تفكر مثلا appendicitis قال لك مريض عنده Right Upper Quadrant Pain و عنده مثلا vomiting عطا بكتر Acute Callecystitis وما إلى ذلك أنصحكم بس تقرون مرجعين Ambus و Montreed Montreed مرة منظم الصدق في الكتر Acute Abdomen وأصلا بدأ يشرحه قبل يبدأ يتعمق في التراومة فنصيحة من Montreed موضوع Acute Abdomen Very 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 Good في الكتابة وفي الطرح كان مرة كويس وإذا بتراجعون من Ambus بيكون مرة ممتاز وأي أحد عنده أي سؤال هذا Telegram ومتفتر حقي ولا حطوا AdGmail دوتكم آخر شي بيجيكم الإيميل بيكتر